بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أولا تقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور منصور بن صالح البراك عميد كلية العلوم الإدارية والمالية وإلى رأس الأقسام والوكلات الكلية متحدثين من سبقونا على هذا الأسبوع اللي أعتقد بإذن الله بأنه سبوع متميز لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية ودائما عوضنا العميد ما شاء الله تبارك الله على السبق والتميز طبعا بالنسبة لفتركنا اليوم إن شاء الله بإذن الله وبعد كل هذا الكلام اللي سمعناه للطلاب الآن جاء وقت أن الطالب يتعرف على حقوقه وعندنا في الجامعة الحمد لله تمت إنشاء لجنة الحقوق الطلابية وهي من أهم اللجان اللي تخص الطالب حنا الآن أنا والأستاذ السعاد الله يعطي العافية إن شاء الله أستاذ السعاد الحسين راح نقدم لكم ما هي لجنة الحقوق الطلابية أهدافها مهامها المسؤوليات اللي موجودة عندك أنت أو المسؤوليات اللي على الطالب اللي راح تشاعدنا في أننا نكون في صفك ونأخذ حقك راح نعرف في أهم الأشياء اللي يجب على الطالب أنه يعرفها فيما يخص الحقوق الطلابية التفرقة بين الحقوق الطلابية والمشاكل أو الشكاوي بشكل عام كل هذه الأمور طبعاً الهدف من إنشاء لجنة الحقوق الطلابية طبعاً على مستوى الجامعة اللجنة تعتبر لجنة مستقلة وهي مرتبطة بوكالة الجامعة وكالة الجودة والتطوير إنشاءات لكي تكون يعني من ضمن الجهات اللي تضمن حق الطالب وتسعى لتوعيتهم وبحقوقهم ومسؤولياتهم تجاه عملياتهم التعليمية وتجاه أصحاب المصلحة في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس من موظفين أيضاً من إدارات في الجامعة طبعاً ملتزمين نحن في الجامعة السعودية الإلكترونية أن يفي جميع المنسوبين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بواجبات الملتزاماتهم تجاه الطالب اللي هو بالفعل عماد العملية التعليمية هو أساس العملية التعليمية راحة الطالب وإحساسه بأنه في بيئة عادلة بيئة فيها حق يستطيع أن يأخذه لا يظلم فيه هذا كله يساعد الطالب بأنه يقدم أداء متميز ويستفيد من الجامعة ومن الدراسة بأكبر قدر ممكن لذلك يعني عامدة الجامعة على تقليم اللجنة لجنة حماية الحقوق الطلبة ومهم بالنسبة لنا أننا نبين لطلاب اللجان والهيكلة للجان وما هي النقطة الاتصال الأولى بالنسبة للطالب في حال كان لديه تظلم يعني يحتاج إلى الفصل فيه من جهة أخرى محايدة غير الجهة المعنية لدينا اللجنة الرئيسية لحماية حقوق الطلبة وهذه اللجنة على مستوى الجامعة كما ذكرت لكم هي مستقلة لا تتبع الكليات هي تتبع لوكالة الجودة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة ومن ثم بالتزام مع هذه اللجنة لدينا لجان على مستوى الكليات لجان فرعية على مستوى الكليات وما يخصكم أنتم هي لجنة فرعية لحقوق الطلبة بكلية العلوم الإدارية والمالية طبعا يرأس اللجنة لدينا الدكتورة ميسون خوجة الله عزيه العافية والأستاذ سعادة الحسين وأنا ممثلكم أيضا أحد أعضاء اللجنة والأستاذ حص الشائع لكن في الأعضاء مهمين بالنسبة لنا نحن في صفكم نحن كإداريين كأعضاء هي التدريج لكن في هنا عندنا وهذا ما يميز اللجنة عندنا أن عندنا عضوين من خيرة الطلبة في الكلية عندنا عضوين من خيرة الطلبة في الكلية وأعتقد لو في نهاية إن شاء الله في نهاية البرزنتيشن ممكن الدكتور منصور يبين إذا كان فيه آلية أو ممكن بعدين ترسل لكم آلية اختيار العضوين مهم جدا أنه يتقدم للترشح للانضمام للجنة الطلاب أو من يرى في نفسه أنه يستطيع أنه بالفعل يكون في مطلع ويعني عارف الحقوق الطلبة الموجودة في الجامعة ويستطيع أنه يدافع ويحامي عن زملاء ممن لديهم تظلمات في مواضيع سواء كانت مواضيع أكاديمية أو إدارية فنجي إلى أهداف اللجنة عندنا هنا أنه طبعا واحد من أهم أهداف اللجنة والذي ذكرته قبل شوي أنه بالفعل أنه يكون الطالب متمكن ويتمتع بحقوقه الجامعية وكيفية الحصول عليها عن طريق مصادرها الرسمية داخل الجامعة نحن يعني بمنظومة تعليمية الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت أنها تكون البيئة متكاملة بيئة تعليمية متكاملة ترتقي بمستوى الطلاب الموجودين عندنا أو المسجدين لدى الجامعة فبالتالي مدام في مصادر داخل تستطيع أنك توصل وتأخذ حقك فيها لا يحتاج أنك تتجه للخارج وهذا ما نحرص عليه أنه يكون عندنا منظومة تعليمية وبيئة سليمة بيئة تعليمية سليمة للطالب تعريف الطالب بالطريقة الصحيحة في آلية تقديم ورفع التظلم ورفاق الأدلة المناسبة لإثباته هذا أيضا من أهدافنا نحن في اللجنة أمانة والدكتور ميسون موجودة الأستاذ سعاد يعني منذ أن بدأنا اللجنة في العام الماضي أو العام قبل الماضي إلى الآن بكل أمانة وأنا أتطلع بإذن الله أنه بعد هذا اللقاء يكون يكون إن شاء الله في تطور من هذا الجانب إلى الآن لم يصلنا بالفعل التظلمات الصحيحة التي نطمح لها كلجنة لحقوق الطالب والأسباب قد تكون وأنا لا أعزي فقط الأسباب أنها على الطالب وإنما قد تكون الأسباب حتى من قبلنا لذلك الأسبوع التهيئة هذا إن شاء الله أنه يساعدنا ويساعد الطلاب أنهم يعرفون الطريقة الصحيحة في آلية تقديم ورفع التظلم وما هي الأدلة المناسبة لإثباته على أساس أنه يكون التظلم هذا صحيح ويتم دراسته دراسته التظلمات والفصل فيها وثق القواعد والأنظمة المنصوص عليها عندنا مشكلة يعني عانينا منها ولكن إن شاء الله أنها راح تزول يعني بدأت تتقلص أنه الطلبة لا يقرؤون القواعد والأنظمة وهذه مشكلة يعني مشكلة يعني ما أريد أن أقول أنها مشكلة أزلية ولكنها مرهقة بالنسبة لنا كأعضاهية تدريس كإداريين مشكلة أن الطالب ما يقرأ القواعد والأنظمة تجعله يعني محل يعني الوقوع في مشاكل والوقوع في أمور يعني لا تستحزن ولا تحبث بالنسبة له وارد بشكل كبير بسبب الجهل بالقواعد والأنظمة المنصوص عليها لذلك أنا أنصح الطلاب وجميع المتحدثين من سبقونا الدكاثر الزملاء رؤساء الأقسام والوكلة ذكروا أنه لا بد أنك تقرأ لا بد أنك تقرأ خصوصا الطلبة أنا ما أريد أن أقول للطلبة المستجدين أنا أقول للطلبة السابقين اللي ما قروا هم اللي يحتاجون إلى أنهم يقرون القواعد أكثر من الطلبة المستجدين إذا كان هناك يعني هناك تفرقة بالنسبة لي لكن هو مهم للمستجدين والطلبة اللي الآن هم في المستويات المتقدمة تمكين الطالب من متابعة سير التظلم من تاريخ رفعه إلى أن يتم الرد من قبل الجهة مسؤولة عنه يعني إحنا يكون عندنا تواصل مستمر مع الطالب في حال تم رفع التظلم لدينا جلسات نقيمها كل فترة لكي نتشاور ونقصل في التظلمات التي وصلتنا من قبل الطلاب بالنسبة للمهام مهام اللجنة النظر في تظلمات وشكاوة طلبة الأكاديمية وكذلك الإدارية ليس فقط الأكاديمية وكذلك الإدارية يعني لو كانت فيه إشكالية مثلا معينة يعني خارج الحدود الأكاديمية مثلا إدارية أيضا هي من مهامنا إحنا في اللجنة أننا ننظر فيها النظر في الطلبات المرفوعة من قبل الطلاب خلال المدة الزمنية المحددة في اللائحة موجود اللائحة راح إن شاء الله تطلعكم عليها الأستاذ سعاد الحسين في الموقع والرد على الطلبات المستلمة من قبل الطلاب خلال الفترة الزمنية المحددة في اللائحة ودائما صراحة أن الدكتور ميسون والزملاء الأستاذ سعاد والأستاذ حصة دائما حريصين أنه ما يكون في تأخير عن المدة المحددة والحمد لله ما أعتقد منذ أن إن شاء الله لجنة تأخرنا في الطلبات الرفع للجنة حقوق الطلب الرئيسية في حال طلب الاستئناف من قبل مقدم الطلب لو لا سمح الله الطالب الرد المقدم من قبل اللجنة لم يرتقي أو لم يعتقد الطالب لا زال يعتقد الطالب بعد قراءته للقواعد والأنظمة بعد ما أرفته بالحقوق لا زال يرى أنه له حق لم يحصل عليه يعني يتم الرفع في اللجنة في حال طلب الاستئناف من قبل مقدم الطالب نرفع لللجنة الرئيسية اللي ذكرت لكم أنها مرتبطة بوكالة الجودة والتطوير لدينا في الجامعة السعودية الترونية بالنسبة للطالب وهذا إن شاء الله شيء اللي أتمنى أنه يكون عندنا وعي كبير بعد هذه المحاضرة وبعد هذا الأسبوع إن شاء الله لكي يتم دراسة الطلب بالنسبة لنا إحنا كاللجنة يجب أن يتقدم برفع التظلم بعد الحصول على ما يثبت تواصله مع الجهة المعنية بالشكوى وذلك في حال عدم حصول الطالب على رد أو عدم الرضا عن الرد المقدم من قبل الجهة المعنية وهنا يعني أقف بس دقائق منذ أن بدأنا اللجنة هذه النقطة اللي قبل شوية أنا ذكرتها منذ أن بدأنا اللجنة لم نستلم طلب الفعل مكتمل الأركان في لجنة الحقوق إذا ما خانتني الذاكرة إذا كان فيه يمكن طلب أو طلبين ممكن لكن بقية الطلبات للأمانة هي فقط شكاوي وهذا ما يشكل على الطلاب هذه المعضلة أعتقد أن الطالب يعتقد أن لجنة الحقوق الطلابية هي لجنة تستقبل شكاوي الطلاب نحن لجنة تأتي بعد الشكوى بعد ما أنت تروح مثلا الطالب لديه مشكلة في درجة اختبار معين مثلا مادة إدارة أول ما يتجه الطالب لابد أن يتجه لمن لمدرس المادة هذه الجهة الأولى بالنسبة للمادة المشكلة هذه أكاديمية اعتبار فأول ما يتجه يتجه لمدرس المادة أستاذ المادة يتجه له ويتواصل معه ويبين له مشكلته إذا لم يتم الحل ويعتقد أنه بالفعل الرد لم يكن مقنع يستطيع أن يتوجه لرئيس القسم رئيس القسم في الكلية وإذا لم يكن هناك جواب شافي كافي بالنسبة للطالب ولا زال الطالب يعتقد أنه حقه لم يأخذ فيأتي للجنة الحقوق الطلابية ومعه إثبات ما يعني ومعه ما يثبت رد رئيس القسم ورد رئيس المادة أو مدرس المادة اللي هو يشوف الطالب بأنه رد غير غير مثمر بالنسبة له أو غير مقنع بالنسبة له زين؟ هذه النقطة مهمة جدا نحن لا نستقبل الشكاوي مجرد ما نشوف الشكوى فقط كلام زين؟ حتى لو كان الكلام هذا صحيح نحن ما عندنا صلاحية أننا نفصل فيه ولا عندنا صلاحية أننا نربط فيه في لجنة حقوق الطلب لذلك لابد أن يكون الطلب أو طلب التظلم لابد أنه يكون يعني مرفق أو موجود ما يثبت تواصل الطالب مع الجهة المعنية بالشكوى أولا هذا النقطة الأولى والمهمة زين؟ أن يتقدم برفع الطلب مع مراعاة الدقة والوضوح اللازمين في شكوى أو تظلمة بعض الأحيان بعض الطلاب من الغضب بعد الاختبار مثلا يكون اختبار مثلا محل الطالب فيه بشكل جيد مثلا أمر معين يعني حصل بعد الغضب على طول يتوجه إلى موقع الجامعة يدور يدور إيميل شكاوي يدور لجنة حقوق طلابية يدور أي مكان يفرر فيه هذا الغضب فييجي ويكتب يكتب الطلب وللأسف يعني حنا في اللجنة نقعد يعني فترة طويلة نفكك الرموز اللي موجودة لابد حنا طلاب طلاب الجامعة يعني أكبر أكبر من أننا نتعامل مع هذه الخدمات بطريقة خلونا نقول يعني بعيد الشر عنكم يعني أنه لا بد أن يكون الطلب هذا طلب فيه دقة فيه وضوح لا بد أن مثلا ذكر بياناتك كطالب ذكر الأوقات إذا كانت موجودة أوقات شرح المشكلة لا بد أن يكون فيه تفصيل واضح من الطالب على أساس أنه نقدر نفهم ويش الإشكالية بتضط وين تظلم الطالب ما تجي وتدخل مثلا الخدمة وتكتب أنك كانت تسولف مع زميلك وكانت تسولف وحتى يعني أنا لو بيدي حتى لغويا يعني تحتاجي لأنك أيضا تحرص على أنه تكون اللغة المستخدمة لغة يعني رسمية خلنا نقول لغة رسمية واضحة هذا ترى يعكس يعكس مدى وعي الطالب وإن شاء الله نكون بإذن الله بنفس مستوى الوعي المتوقع من الجامعة ومن الكلية لا يتقدم بشك أو تظلم كيدية وهذه أمر مهم يا جماعة الخير هذه طلابنا وطالباتنا الله يعطيكم إلى آفية نحن لا نستقبل وقد تدينك هذه الشكاوية تظلمات هذه الكيدية قد تدينك بعض الأحيان يجي الطالب زي ما ذكرت لكم من الغضب من هذا يقوم يعني يتكلم بكلام لما نرجع حنا ونشوف نجد أنه الكلام هذا غير صحيح هو فقط كطالب يعني مثلا في وضع معين تم التعامل معه بطريقة معينة فيعتقد الطالب أنه هذا هذا الكلام يعني أضر فيه ويقدم من الغضب هذا يقدم يعني الشكوى وتظلم ويكتب كلام يعني قد لا يكون مناسب وليس صحيح هذا يعني رح يعرض الطالب للمساءلة والتأديب يعني ما رح نسكت بس نخلي إذا كانت الشكوى كيدية وتظلم كيدي بناخذ حق الطرف الثاني لجنة حقوق إحنا فقط لجنة حقوق أننا نفصل لك ونترك الطرف الآخر لا إحنا مهمتنا أنه يكون الطرفين أصحاب المصلحة عضوها التدريس الإداري الموظف والطالب كلهم يتمتعون العدالة بنفس مستوى العدالة اللي ممكن نقدمها لهم في اللجنة لذلك لو لا سمح الله وجدنا أن الشكوى فيها يعني شكوى كيدية وتظلم هذا تظلم كيدي ولا يوجد فيه ما يثبت فرح نأخذ حق الطرف الآخر وفي مساء أو في تأديب حسب الأنظمة الموجودة عندنا في الجامعة عدم تقديم أي أدلة أو وثائق مزورة نهائيا طبعا لا أحكيكم الجميع يعرف يعني الموضوع الوثائق المزورة والعقوبات التي قد تكون مغلضة جدا فيما يخص الوثائق المزورة إذا كانت هناك أدلة أو وثائق مزورة لذلك إن شاء الله أنكم بعيد أشد البعد عن هذا الموضوع حول الله أنا تم تقليم الطلب عبر نظام الحقوق الطلابية وهذا الأستاذ سعاد الحسين إن شاء الله بإذن الله من بعدي رح تطلعكم على نظام الحقوق الطلابية من طريقة التقديم أو طريقة الوصول لنظام الحقوق الطلابية من موقع الجامعة والكلية لن يتم التعامل مع الطلبات المرسلة على البريد الإلكتروني فيما يخص الحقوق الطلابية نهائيا هي فقط عن طريق الأيقونة المخصصة للحقوق الطلابية فقط الطلبات تستلم من الأيقونة هذه ولا تستلم عن طريق البريد ولن يتم التعامل مع الطلبات التي قد تصل عن طريق البريد بالنسبة لللواعح والأنظمة زي ما ذكرت لكم أنا يعني هيب للطلاب أنهم يرجعون ويقرون اللواعح والأنظمة في الجامعة أيضا موجودة على موقع الجامعة في أيقونة الحقوق الطلابية تطلعكم عليها الأستاذة الشعاد جميع الملف هذه لو تأخذ لك ساعة ساعتين تقرى فيها راح تستفيد منها كثير وراح تساعد في دراستك أو خلال دراستك بإذن الله وتكون إن شاء الله عارف حقوقك وعارف ما هي الأمور التي تستطيع أن تطالب فيها ونتمنى ونتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله مسيرة تعليمية متميزة مع الجامعة السعودية الإلكترونية في كلية العلوم الإدارية والمالية وبإذن الله نتطلع لخدمتكم في لجنة حقوق الطلابية أو في خدمتكم في كعضة هيئة تدريس بحول الله وقوة بارك الله فيكم ونترك المايكروفون لأستاذ سعاد الحسين زميلتي في لجنة الحقوق الطلابية تفضل أستاذ سعاد حياكم الله جميعا وعوضا حميدا أسأل الله نجعل هذه الثناء الدراسية مباركة لجميع بداية عرفتكم نفسي معكم سعاد الحسين حاضرة في قسم المالية وعضو في اللجنة الفرعية للحقوق الطلابية بالكلية طبعا لا نطير عليكم لكن تأكيد لما تطرق لزميل الأستاذ أبو العزيز أود أن أؤكد جميع الطلبة برجوع لموقع الكلية والوصول لصفحة اللجنة والإطلاع على ما سبق منقشته في العرض التقديمي انشاء الديد انشاء كون المسجن died انشاء انشاء لديد وقسم البلغية التقديمية للأسان سيئ ما سات ا voc recognition что قسم ايывать اشجاء ا تین رس راح يظهر لي من القائمة العلوية هنا الكليات والفروع نختار كلية العلوم الإدارية والمالية بعد ذلك من القائمة المنسدلة عن الكلية بعد ذلك راح نضغط على أيقونة الحقوق الضلابية هنا راح تظهر لنا صفحة اللجنة الحقوق الطلابية بكلية العلوم الإدارية موجود هذه اللجنة جميع نبدأ عن اللجنة المهام أهداف اللجنة دور اللجنة ومسؤوليات الطالب أو دوره عند رفع تذكرة أو طلب سواء كان تظلم أو شكوى كيفية آلية رفع تذكرة في آخر الصفحة راح تجدون طريقة التواصل أو طريقة رفع تذكرة هذا فقط للتسهيل على الطلاب عن طريق الرابط اللي هو نظام حماية حقوق الطلابية مجرد ما تضغطون على هذا الرابط راح ينقلكم إلى صفحة أو أيقونة الحقوق الطلابية راح تظهر لكم إدارة الطلبات مرة أخرى حقوق واتزامات الطالب الجامعي في الجامعة السودي الإلكترونية وأخيرا دليل استخدام نظام حماية حقوق الطلبة من خلال هذا الدليل مرفق لكم آلية رفع التذكرة والطلب بالصور أخيرا أريد أن أشير إلى الاستفسارات المتكاثرة التي تصل إلى اللجنة مدى أهمية معرفة الطالب بالجهة الأولى للتواصل من أمثلة الاستفسارات التي هي مثلا استفسار الطلاب عن مقرارات خاصة الكلية النظرية طبعا مرجع الطالب هنا التواصل مع كلية العلوم والدراسات النظرية بشأن مقرارات كلية الحوسبة التواصل مع كلية الحوسبة والمعلوماتية بشأن مقرارات السنة الأولى المشتركة مرجع الطالب هنا التواصل مع عمادة السنة الأولى المشتركة أي استفسار بخصوص البطاقة الجامعية ذات الرسول نفيقة التخرج الاعتبار التأجيل أو الاتحاب من الجامعة كل هذه مرجعها عادة التواصل مع عمادة القبول وشؤون الطلاب بخصوص عادة القيد المفصول أكاديميا فقط من كل طلاب كليتنا هنا رح يكون مرجعنا أو مرجع الطالب لبريد كلية العلوم الإدارية والمالية بخصوص مقررات الكلية سواء كان تريدنا السلسارات عن أعذار مثلا محاضرات التغيب عن المحاضرات أو أعذار التغيب عن الاختبارات سواء كانت التصلية أو النهائية عن درجة واجب عن طريقة تقييم الواجبات ممكن درجات الاختبار البصدي اعتراض على درجات أعمال السنة وما إلى ذلك كل هذه الاستفسارات رح يكون مرجع الطلاب في التواصل مع بريد في القسم الذي يدفع لها المقرر سواء الأربع مقررات اللي هي المحاسبة إدارة الأعمال المالية والتجارة فعلى سبيل المثال إذا كان الطالب عنده مشكلة فيه أحد واجبات مادة الاقتصاد فهنا مرجع الطالب رح يكون التواصل مع بريد قسم المالية بالنسبة لي في حال التفصار عن تسجين شعب المقررات رح يكون المرجع للطالب أنه يرفع أو التواصل جهة التواصل الأولى رفع تذكرة عبر نظام دعم إلى الكلية التابع لها المقرر التلسيرات بالصوص التدريب التعاوني رح يكون التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بالتدريب التعاوني وأخيراً أي مشاكل تقنية سيكون مرجع الطالب هو رفع تذكرة عبر نظام دعم مع تقنية المقررات فهذه هي هذه بخصوص الجهة الأولى للتواصل في حال عدم الرج من الجهة الأولى أو في حال عدم رضا الطالب عن الرج بإمكان الطالب التواصل مع اللجنة الفرعية للشقوط الطلابية بالتواصل هذا ما لدي شكراً لكم وأشكر لكم خاصة الاجتماع وأود لأخذ شكري لدكتور نسور البراك والدكتورة ميسيون على إتاحة هذه الفرصة لنا اليوم والمشاركة في إصلاح صوتنا للطلبة والعمل على رفع وعي الطلبة في الكلية في الأنظمة والشقوق التي تكفلها لهم الجامعة السعودية الإلكتروني شكراً شكراً أستاذ عبد العزيز شكراً أستاذ السعاد ممكن نأخذ كم سؤال طلبة إذا حابين تسألوا سؤال على الشقوق الطلابية أنا موجود معاكم دكتور في سؤال ما هي الآلية التي تمكن الطالب من طلب إضافة حقوق قد نرى أن لا إحدى الحقوق الطلابية تفتقدها والله دكتور يعني باعتقادي أنا إذا صحيح إلي أنت دكتور ممكن يعني نسأل فيها لكن هو المرجع الأساسي مرجع وكالة الجامعة للجودة والتطوير لو رفع لهم المقترح أو لو رفع لنا إحنا راح بإذن الله نوصل للمقترح هذا إذا كان مقترح جيد ولم يسبق أن تواصلنا مع اللجنة الرئيسية فيه وممكن نوصل هذا الطلب لللجنة الرئيسية وتم مناقشته في حال أنه بالفعل محتاجين أنه يضاف لحقوق الطلبة يمكن العافية فيه استفسار أنه وين ممكن حصل جميع الإيميلات بشكل أوضح كما شرحت أسر سعادة لها العافية في موقع الكلية تحت لجنة الحقوق الطلابية تستطيع تدخلي وتلاقي كل اللي شرحوا موجود فيه بخصوص الإيميلات كما شرحت في مطبعات تجد لابدها توقع كل أصمان وحسن حسن حسن كل الإيميلات في التواصل الموجود بيان بخصوص سلايدات أنها مهمة نشكلك لإهتمامك وكما أبقى لكم سعادة العميد إن شاء الله بإذن نحصل لكم إسراء اللينكات الخاصة في سلايد فممكن تدخليها وترجعي تشوف السلايد من جديتي أستاذ عبدالعزيز فيه سؤال من علي بيقول لك أرجو التوظيف كيف أنه يقدر يوثق بالأدلة على ما يصعب وضع دليل عليه مثلا إذا يقول أن المحاضر ما حضر في الوقت نفسه أو مثلا ما كان فيه المحاضر ما هو موجود في الساعات المكتبية فلا يوجد شيء يوسق هذا الكلام فيصعب إثباته بدليل ملموس لا المحاضر رئيس المكتب خلال فخرج يعني في يعني في الإدارة وراح يخلص أنا أنصح يعني الطالب حنا حريصين أنه يكون في معلومات التواصل لعضاه التدريس كاملة على مكاتبهم موجودة في الساعات المكتبية بجداولهم دائما هذه حريصين والدكتور منصور دائما يتابع الله يعطيه العافية من الرياضة أو أي فرع من فروعنا أنه لا بد يكون في الجدول الخاص بعضوه التدريس موجود إذا لم يوجد أو إذا لم تجد عضوه التدريس غير منطقي أنك على طول مباشرة أكثر تجهد في الظلم وترفع للجنة حقوق الظلابي أول شيء تتواصل مع عضوه التدريس نفسه وتحدد معاه مثلا تعرف منه متى الوقت المناسب اللي ممكن تجي فيه وممكن تزوره لو استمر هذا الموضوع أكثر من مرة هنا نبدأ نقول أنه الله هذه مشكلة لكن مرة واحدة لا أعتقد أنها إشكالية بالنسبة للمحاضرات هي إشكالية المحاضرات لا بد وأعتقد الدكتور منصور شدد على جميع الزملاء أعضاه التدريس أنه المحاضرة لا بد أنه يكون الطلاب عندهم خبر في حال تأجيل المحاضرة لا سمح الله أو حصل أي أمر يعني يعطل من يعني إقامة المحاضرة في وقتها وهذا أمر مهم بالنسبة للمواد أو المحاضرات الافتراضية وبالنسبة للفرع عندنا إحنا المشرف العام لفرع فرع الدمام أو الفروع الأخرى مسؤولية الرفع بمن يتغيب من أعضاه التدريس إذا كان هناك لقاء مجدول ولم يحضر عضوها التدريس ولم يبلغ الطلب فشؤون الطلاب هم النقطة الأولى مدرس المادة يعتبر النقطة أولى دائما يعني يبدأ طالب التواصل من منها يعني النقطتين هذه يطيق ألف عافل أستاذ عبد العزيز وشكرا أستاذ سعاد نستشعني نتمنى أن نكون جميع طلبها استفادوا منها إن شاء الله شكرا يا سيد شكرا 沒有 شكرا